السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواني خواتي معكم محمد في فيديو جديد اليوم حول كيفية أو خمس طرق لإيجاد النيشات أو التراندين في الانترنت سأعطيكم خمس طرق التي أستعملها أنا في إيجاد هذا النيشات والتراندين وغيرها أول موقع وهو موقع جوجل تراندز جوجل تراندز في التراندين يعني الشي الذي يكون عليه الطلب في وقت معين سيقوم بإعطائك المواضيع المهمة التي تحدث عليها الناس في الآوينة الأخيرة لذلك تذهب على جوجل تراندز ستخرج إليك هذا الصفحة كل ما عليك فعله مثلا تكتب تي شيرت إذا كنت تبيع تي شيرتات أو نوتبوك أو أي شيء نضع تي شيرت مثلا ثم نبدأ نختار من هنا البلد يعني الذي نريد نسوق له المنتوجات ثم نضع هنا الباست داي أو الباست فايف آور أو الباست آور أو كي أو سفن دايز أو من الأحسن تكون باست داي على الأكثر ومن ثم أربع آور أو الباست آور يمكن أنك تجد شيء قد بدأ يتداول الآن فقط يعني الساعة الماضية فقط أو أربع ساعات أو اليوم نضع هنا يوم كمثال من ثم تختار categories تختار all categories وتضع كل شيء كما هو الآن ثم تذهب هنا في الأسفل فستجد هذا related queries التي عليها الكلمات التي مستعملة في اليوم يعني الأكثر استعمالا كما ترى is the public legit sense التي لديها علاقة بالتيشرت تضغط هنا على queries more queries حتى يعطيك الصفحة الثانية وتذهب وتبحث عن هذه التيشرتات التي تباع بكثرة يعني كbig brother shirt, grand style الكلمات التي عليها ستجد كلمات أخرى جديدة تعرض في كل يوم أو في كل ساعة لذلك ابقى تبحث في cool content أحيانا فستجد trending إن شاء الله ستجد منتوجات أو عليها كلمات عليها طلب كثير في أوينة معينة فتضع عليها تيشرت فيبيع لك التيشرت بشكل كثير جدا الموقع الثاني وهو twitter عند الدخول على موقع twitter ستجد هنا what's happening على اليمين يعني المواضيع التي الآن الأشخاص يضعون كما ترى يقولك trending with trending trending يعني المواضيع التي عليها طلب فتضغط على show more هنا ومن ثم يخرج لك هنا الكاتيجوري for you وتذهب هنا على الخانة الثانية اللي هي trending وستجد المواضيع التي الآن عليها الكثير من البحث في تويتر ستجد طالبان, United States والمواضيع التي عليها طلب قد تجد موضوع معين على ترامب أو على شيء يقولون مثلا فيه كلمات معينة فستأخذ تلك كلمات وتضعها في تي شرت لكن تأكد من عدم وجود الحقوق بالطبع في أي من هذه العمليات الموقع الثالث وهو موقع Pinterest موقع Pinterest كما ترى يأتيك بالأفكار وفي نفس الوقت بالنيشات إذا كتبنا تي شرت فستجد الكثير من مثلا نأخذ هذه الكلمات ونكتبها في أمازون إذا كان عليها بحث فإن كان عليها بحث نعمل عليها تي شرت يعطيك أفكار وفي نفس الوقت كلمات مفتاحية مكتوبة على التي شرتات ستجد الكثير من التي شرتات والأفكار كما ترى التي عليها يعني الناس يتدوالونها في Pinterest وإذا أعجبتهم في Pinterest فبالطبع قد تعجبهم في أمازون أو في أي موقع آخر يبحث هنا ستجد أفكار وفي نفس الوقت تجد كلمات مفتاحية كما ترى لمن يريد العمل على أفرغرين تي شرت هذه الطريقة من أحد الطرق المميزة للعمل على الأفرغرين الطريقة الرابعة وهي أدسي أدسي أيضا فيه خاصية جميلة وعندما تكتب تي شرت هنا يعطيك الكلمات التي يبحث عليها تي شرت الطريقة الخامسة وهي عن طريق اليوتيوب ليس اليوتيوب بصفة عامة هي عن طريق الحياة الطبيعية إذا ذهبت إلى السوق أو كنت تمشي في الشارع أو كنت تتفرج في فيلم فطارت تلك التي شرتات التي يلبسها الناس يعني أحد الطرق التي استعملتها أنا وكانت لها يعني كانت فعالة جدا يعني في بيع التي شرتات فتجد شي تي شرت مثلا يلبسه سخص معين فتأخذ منه تلك الفكرة أو تلك الكلمات وتضحها أنت على مرشبا هامازون أونلاين وتباع لك يعني هذه من أحد الطرق ولكن إذا شاهدت فيديو أيضا ليس فقط في التي شرتات فقط مثلا نضغى هنا political event مثلا تكتب فتجد مثلا الأخبار مثلا ينقلون يعني انترفيوز مع أشخاص معينين مثلا فتأخذ تلك الأفكار يعني من الشارع أوكي political event street مثلا في الشارع فنرى مثلا كثير من الناس مثلا إذا وغطنا على protest مثلا protest فتجد الكثير من الأشخاص يلبسون تي شرتات عليها كلمات معينة وبالتالي يمكن أنك تأخذ تلك الأفكار فتعمل عليها تصميم مثلا تجد هذا يلبس مثلا تي شرت عليه security عليه كلمات معينة فتأخذ تلك الأفكار يعني أي فكرة يمكن أنك تجدها ما يكون شارعها حقوق فيمكن أنك تأخذها مثلا هذا يضعون signs كما ترى يحملون لافتات معينة فيمكن أنك تأخذ تلك الكلمات تضحها على التي شرت أيضا هناك كثير من الأفكار التي تأخذها من الواقع يعني من الواقع يعني من الأخبار من الأفلام وتجزدها على التي شرت الخاص بك إن شاء الله تكون استفدت من هذه الطرق أنا أستعبيرها خصيصا ربما تفيد أنت كذلك في بيع التي شرتات أو بيع المنتوجات أي إن كانت وإذا استفدت فلا تنسى الإعجاب والاشتراك وترك تعليق إذا كان لديك أي سؤال أو أي اقتراح أو نقاش ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته